اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلقيق المسيق محضر بحسن الكبير و Copenhagenscar الاخبار بينهم أو المسيق محضرهم و وجود محضر ريبانهم المشيطات في وضمار المفاوضة قم و الكبير والشميع المواد سيديسي أو سيديسي وأون سيديسي الاني و السيديسي مع الأمضاء قبل الانيسي المشيطات الانيسي ونقارنها بقيم الفاكتوري تسك للتأكد من صحتها. ولأن قيمة المقاومة تعتمد بشكل كبير جدا على درجة الحرارة فسوف نجد اختلاف مؤكد بين قيم الفاكتوري وقيم السايف ولحل هذه المشكلة اتبقى العلماء أن يتم الرجوع إلى درجة حرارة منجعية غير موجودة على وجه الأرض وهي درجة حرارة 75 درج سليسيوس فعندما نقوم بعملية قياس البرايمري والسكندري ويندغ رزيستانس نقوم بتحويل هذه القيام من درجة حرارة المحيط إلى درجة حرارة 75 درج سليسيوس من خلال هذه المعادلة ونقارنها بقيم الفاكتوري الذين قاموا أيضا بتحويل قيمهم إلى درجة 75 درج سليسيوس للتأكد أن قيمنا صحيحة أم خاطئة الهدف الرئيسي من الويندينغ رزيستانس تيست هو التأكد من سلامة الويندينغ من عدم وجود أي دمج أو أي قطع لها خلال النقل أو خلال المينتنانس أو بعد حدوث الفولتس أما الاختبار الثالث من اختبارات الفولتج ترانسفورمر وهو اختبار الريشيو تيست الاختبار الأول IR تيست الاختبار الثاني الويندينغ رزيستانس تيست أما الاختبار الثالث فهو الريشيو تيست حيث نقوم بتطبيق جهود AC على البرايمري سايد ونقوم أيضا بقياس الفولتية الناتجة على السكندري سايد ونتيجة قسمتهم نحصل على نسبة التحويل ونتأكد منها من خلال النيمي بليت ويجب أن نتأكد أيضا أن ال VT راشيو الموجود فعليا يطابق ال VT راشيو الموجود على الدروين CPC100 can generate up to 2000 volts AC for injecting into the VT's primary side in order to verify its ratio During the ratio measurement, the CPC also checks the VT's polarity by measuring the signal phase angles on both sides On the primary side, by measuring the high voltage output signal and on the secondary side, by measuring the signal of the voltage measurement input اما الاختبار الرابع فهو البولاريتي تيست ونقوم باختبار البولاريتي من خلال توصيل الفولت ميتر على السكندري سايد حيث نقوم بتوصيل البوستف سايد للفولت ميتر بالX1 والنغتف سايد بX2 ونضع أيضا على البرايمري سايد DC باتري نوصل البوستف سايد بH1 والنغتف سايد بH2 من خلال سويتش فعندما نقوم بالضغط على هذا السويتش فإذا تحرك المؤشر على السكندري بالاتجاه الموجب في حركان أنالوج أو أصبحت قيمة البولتش DC بوزيتف فهذا يعني أن القطبية سليمة وبعد التأكد من قيم الIR تيست والويندغ ريزيستنس تيست والريشيو تيست والبولاريتي تيست يجب أن نتأكد بأن جميع الويرز الخارجة من الفيتي إلى جميع البنالز وصلت بالشكل الصحيح فيتم اختبار ال VT Secondary Injection ويتم عمل اختبار ال VT Secondary Injection من خلال تطبيق جهد 3 فيز على السكندري سايد لل VT والتأكد من هذه القيم حتى آخر نقطة ويفضل أن تكون هذه القيم الثلاث هي قيم مختلفة للتأكد بأن الرد وصل إلى الرد واليالو وصل إلى اليالو والبلو وصل إلى البلو ولا يوجد خلط بينهما الآن قمنا بالتأكد بأن ال VT سليم وبأن السكندري سايد حتى آخر نقطة سليمة بقي لنا أن نتأكد بأن الإبرايماري سايد لل VT أيضا سليم ملهم نهضة وطن